السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام تنسمننا من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم بوشرة شانيل إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وفاة الفنان مصطفى فهمي فخليكم معي ختب الشرف والتفاصيل ودعواتكم مع ختب الرحمة والمغفرة الله يرحمه ورحم جميع المسلمين والله يتبتعون السؤال ويجعل مأوال جنة إن شاء الله يا رب توفي الفنان المصري مصطفى فهمي عن عمر نهز 82 عاما ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نبأ وفاة الممثل الكبير فيما كشفت وسائل إهلامية محلية أن الوفاة جاءت بعد الصراع مع المرض وخدع مصطفى فهمي لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني بالمخ في غشت الماضي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية قبل أن يخرج بعدها بأيام لاستكمال الإلاج في منزله ولد مصطفى فهمي شقيق الممثل حسين فهمي في السابع من غشت عام 1942 قبل دراسة التصوير في مهد السينما والمشاركة كمساعد مصور في فيلم أميرة حبي أنا عام 1974 وكانت أول أعماله الفنية في نفس العام من خلال المشاركة في فيلم أين عقلي مع النجمة الرحلة سهاد حسني وتعد آخر الأعمال الفنية لمصطفى فهمي وتعد آخر الأعمال الفنية لمصطفى فهمي في الميء السرب وأهل الكهف وقد عرضا على الشاشات السينما في وقت سابق هذا العام فإن لله وإن إليه راجعون تعازين الحارة العائلة الفنان مصطفى فهمي الله يرزقهم بالصبر والسلوان والله يجعلهم حب تصبر ودعواتكم مع خطب الرحمة والمغفرة الله يرحمه ورحم جميع المسلمين والله يتبتعون السؤال ويجعل مأوه الجنة إن شاء الله يا رب فهنا خسنكم وصلنا لنهاية الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة